سجلت وزارة الإسكان ازدياداً ملحوظاً في إقبال المواطنين على برنامج مزايا الإسكاني حيث تمكن 41% من المواطنين المؤهلين من إنهاء إجراءاتهم في غضون ستة أشهر فقط الأمر الذي يؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه المتمثلة في حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية وبحسب رغبتهم واختيارهم الشخصي المزيد من التفاصيل حول البرنامج في سياق التقرير التالي رصدت وزارة الإسكان ازدياداً ملحوظاً في إقبال المواطنين على برنامج مزايا بعد أن أشارت الإحصاءات إلى أنها قامت بإصدار 4300 شهادة تأهيل للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من البرنامج منذ تدشينه من بينها 694 شهادة تم إصدارها خلال العام الجاري حيث تمكن 41% من المواطنين المؤهلين من إنهاء إجراءاتهم في غضون ستة أشهر فقط الأمر الذي يؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه المتمثلة في حصول المواطنين على المسكن خلال فترة زمنية قياسية وبحسب رغبتهم واختيارهم الشخصي وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أكد أن الوزارة خطت خطوات رائدة نحو إيجاد حلول للملف الإسكاني الأمر الذي يحتم حرص الوزارة على تنويع الخيارات والحلول المبتكرة وتعزيز محور الشراكة مع القطاع الخاص في خطتها الإسكانية الهدفة إلى تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار المستفيدون من برنامج مزايا تنوعت خياراتهم بين شراء وحدات سكنية وآخرين آثروا شراء شقق التمليك لا سيما التي يقوم بنك الإسكاني بتنفيذها ما يتيح لجميع المستفيدين فرصة اختيار وحداتهم من القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتهم مع سهولة إجراءات الحصول على التمويل الإسكاني من قبل البنوك المعتمدة بالبرنامج التي تقدم مبالغ تمويلية بلغت نحو 81 ألف دينار بحريني إذ بلغ مجموع نسب المبالغ التي قامت البنوك بصرفها لذوي الطلبات خلال الربع الأول من عام 2016 واحداً وسبعين بالمئة من إجمال مبالغ التمويل إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر تولي برنامج مزايا اهتماماً خاصاً باعتباره يمثل أحد الحلول الإسكانية المستدامة على المدى البعيد بالإضافة إلى متابعة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المستمرة لسير العمل في البرنامج حيث وافقت اللجنة مؤخراً على العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل على المطورين العقاريين تنفيذ مشاريعهم الإسكانية إن الاهتمام ببرنامج مزايا يكتسب اهتماماً متزايداً في ظل النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه خلال فترة زمنية قصيرة منذ تدشينه عام 2013 فقد أسهم في إيجاد الحلول لتمويل الممتلكات للأفراد وساهم أيضاً في الاقتصاد الكلي في البحرين وتشجيع القطاع الخاص على بناء وحدات سكنية ليجد سبيله لشراكة ناجحة في قطاع البناء السكني والأهم من ذلك تمكن من زيادة الوعي في سوق الإسكان البحريني والتطورات والتغيرات التي تطرؤ عليه وللحديث عن برنامج مزايا الإسكاني ينضم إلينا عبر الهاتف سعدة شيخ أحمد بن عيسى الخليفة رئيس الموارد المالية بوزارة الإسكان مساء الخير شيخ أحمد مساء الخير أهلا مرحبا شيخ بداية برنامج مزايا لا شك أنه استطاع أن يحقق نتائج إيجابية على صعيد خطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية يعني بدنا أن نتعرف أكثر على رؤية الوزارة المستقبلية لهذا البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برنامج مزايا منذ الطلاقة استطاع أن يحقق الأهداف التي وضعتها للوزارة من ناحية سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وكذلك تفعيل دور الشراكة مع الأقطاع الخاص وهذه طبعا أهم المبادرات في برنامج عمل حكومة الحالي بالنسبة عن الرؤية المستقبلية عن البرنامج فلجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي شيخ خالد تتبنى ملف هذا البرنامج وتسعى إلى تطويره وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مشاريع الأقطاع الخاص وتسهيل إجراءاتها والحصول على الرخص اللازمة لذلك سعد شيخ لجنة الإعمار والبنية التحتية لا شك تسعى إلى تسهيل إجراءات المطورين العقاريين لتنفيذ المشروعات هل لنا بمزيد من التوضيح حول الخطوات المتخذة في هذا الشأن؟ بالنسبة عن تطوير الإجراءات في برنامج مزايا طبعا في لجنة الإعمار والبنية التحتية الهدف أولا إلى تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ مشاريع الأقطاع الخاص وتسهيل إجراءاتها مثل أصدار رخص البناء والموافقة على المخاطرات العامة اللي عادة ما تأخذ وقت طويل بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع الخدمات والمرافق الموجودة حاليا في المملكة فبحث أن يتم التعامل مع هذه المشاريع اللي في برنامج مزايا باعتبارها مشاريع أسكانية وهذا يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص والمطورين للتنفيذ المزيد من المشاريع الأسكانية في الفترة القادمة فبذلك يزيد المعروض من الوحدات السكنية ويزيد الأقبال على البرنامج نعم الشيخ أحمد إذن هل نتوقع خلال فترة المقبلة أن يسهم برنامج مزايا بالإضافة إلى جهود الوزارة في تقليص قوائم الانتظار؟ طبعا ما في شك ومن خلال الحصائيات التي عرضت قبل قليل الأمر هذا يخفص الضغط على الخدمات الأخرى أيضا خاصة أن مجموعة كبيرة من المستفيدين من الشباب حديثي الزواج اللي استفادوا بشكل مباشر من البرنامج هذا الأمر يختصر الفترة الزمنية للحصول على المسكن ونحن متفاعلين إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بتحقيق نجاحات أكثر والاستمرار في تطويل البرنامج إن شاء الله نعم الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة رئيس الموارد المالية بوزارة الإسكان شكرا جزيلا علىك